طفل تاني تبص تلاقي اللوم بتاعه مش مورد مزرق الزرقان في الاطفال حديث الولادة لازم نفرم بين حاجتين في زرقان حوالين الشفايف مش في الشفايف نفسها يبقى انت لو عيل مزرق تبص عليه حوالين الشفايف ولا في الشفايف نفسها ساعات في اطفال في الشطة تبص تلاقي ديهم مزرقة نتيجة البرد كل اللي انت هتعمله هتشد الكم بتاع العيل كم الجاكتة اللي هو لابسها او كم الفانيلا وتشدي تغطي الإيد بتاع العيل تدف العيل الزرقان ده يختفي لأنه ده زرقان في الأطراف مفيش منه مشاكل خالص وماليوش علاقة لا بالتنفس ولا بالقلب لكن فيه الأطفال ساعات برضو حوالين الشفايف هنا يزرق فيه عيل كده تبست لها عيل جريم كده وحلو وعمال بيرضع كويس وبيفزي المجهود في الرضاعة المجهود اللي بيعمله في الرضاعة ده بيخلي الأوعية الدموية دي تحتقن شوية ويحصل زرقان حوالين الشفايف ده برضو ما نقلقش منه ما فيش منه مش علامة من علامات الخطر فتبص على الجلد الجلد مزرق في الأطراف ده في العيل وخصوصا في فصل الشتاء لو حوالين الشفايف ده عيل جامد كده وبيرضع بزمة وبنشاط تبص تلاقي يزرق حوالين الشفايف علامة الخطر إمتى لو لقيت زرقان في الشفايف نفسها دي لازم تستمع بعد الشر يكون في عيب خلقي في القلب أو عيب خلقي في الرئة ولا حاجة أو في مشاكل في الرئة ده بتعرفها ازاي تبص تلاقي العيل نفسه طالع نازل طالع نازل طالع نازل أو تكون عنده علامة أخرى من علامات أن يكون عنده عيب خلقي في القلب تبص تلاقي مزرق الشفايف وإيدي مزرق أو تسمع على القلب ممكن تسمع أصوات غريبة يبقى الزرقان اللي هي أول علامة بتظهر على الجلد بيبقى الجلدي ده بيفسح أو بيقولك إخبارية إيه اللي بيحصل جوه الجسم عشان كده الجلدي ده أول مراية بتكشف بيها على العيل لو العيل مزفر لو العيل مزرق لو العيل علي تغيرات طبيعية لازم تتنبه إيه اللي بيحصل لأنه خلاص ده المراية بتاعة إيه الجسم